غداً سأذهب إلى مدرستي غداً هو اليوم الأول في المدرسة لدي حقيبة جميلة جداً سأضع فيها كتبي وأقلامي ومعقم اليدين وطعامي اللذيذ لكن لدي شعوراً غريب لا أعرف ما هو قلبي يدق بسرعة وبطنيت الليموني ويدي تتعرقان أشهر بالقلق ماذا لو شعرت بالنعاس؟ ماذا لو انتهت الاستراحة ولم أنهي أكل طعامي؟ ماذا لو لم يصبح لدي أصدقاء؟ ماذا لو اشتقت لغرفة وألعابي وأمي وأبي وأخي؟ سأأخذ بعضاً من ألعابي وقصتي ودفتر الرسومات وسورة أمي وأبي وأخي سأملأ حقيبتي بالطعام سأنام الآن حتى تشق الشمس غداً وأذهب إلى المدرسة مدرستي كبيرة لدينا غرفة صفية جميلة فيها ألعاب وقصص ولوحات فنية لدينا أقلام وكتب عديدة أرسم وألون وأكتب اسمي بالألوان الزاهية لدي أصدقاء لطفاء ألعب معهم ونركض ونضحك ونتعلم معاً لدي معلمة لطيفة أخبرها عن القصص الممتعة التي قرأتها في العطلة الصيفية وأريها صورة رحلتي إلى المحمية الطبيعية مع ماما وبابا وأخي ماما قدي معك ألعابي وقصصي ودفتر رسوماتي لن أحتاج إليهم في المدرسة مدرستي جميلة أتمنى أن آتي إليها كل يوم